لا تخل بطولة من بطولات الاسكواتش الدولية من مشاركة اللاعبين المصريين آخر تلك البطولات بطولة أتكو الدولية التي نظمتها العاصمة البريطانية مؤخرا بمشاركة 8 من أفضل اللاعبين في العالم وكان بينهم أربعة لاعبين مصريين وهم كريم درويش ورامي عشور وعمر شبانة ووائل الهندي إنجازات مصر في الاسكواتش لا تقتصر على السنوات الماضية فقط حيث تمتلك مصر حضورا تاريخيا عريقا في هذه اللعبة وتعود سيطرتها العالمية إلى الثلاثينيات والأربعينيات وهو ما دفع الكثيرين لممارسة هذه اللعبة مصر طول عمرها بتتميز جدا في الاسكواتش لأن على طول عندنا أبطال كل الناشئين ببعزيني وزير أبطال دول عندنا أحسن مدربين في العالم في مصر كمية الملاعب الموجودة في مصر كثيرة جدا تحت الاسكواتش فديم تشجع برضو الناشئين هم يلعبوا ويتفرقوا علينا فديم الأسباب برضو ولعل نجاح مصر في هذه اللعبة ساهم أيضا في نشرها في دول عربية أخرى مثل الكويت والسعودية وقطر وكانت أغلب بطولة في العالم قد تم تنظيمها في السعودية العام الماضي دلوقتي بدأت تنمو في بلاد كثير جدا في الوطن العربي زي كويت زي قطر زي السعودية بدأوا ييجوا في مصر ويتمرانوا في مصر ويعملوا مع عسكرات في مصر فبدأت عملوا بطولات كبيرة جدا يمكن أكبر بطولة في تاريخ الاسكواتش تلعبت في السعودية في ديسمبر اللي فات ورغم الشعبية التي اكتسبتها لعبة الاسكواتش مؤخرا إلى أنها ما زالت خارج حسابات اللجنة الولمبية الدولية فلم يتم إدراجها في البرنامج الولمبي حتى الآن ليظل الأمل يراود اللاعبين في المشاركة الرسمية في أكبر الأحداث الرياضية نتمنى اللعبة تخش للولمبياد وأنا شايف أن اللعبة تستحق أنها تخش للولمبياد لأن ديها تدينا دفعة مش كبس مصر كوطن العربي كله لأننا لدينا مدليات في الأولمبياد لبلد العربي وفي انتظار إدراجها في منافسات الأولمبياد تبقى لعبة الاسكواتش أمام منافسة قوية من قبل رياضات أخرى مثل الكاراتي والريكبي والكريكيت والبيسبول وهي منافسة قوية في الوقت الذي لن تختار فيه اللجنة الأولمبية سوى لعبتين فقط لضمهما إلى أولمبياد 2016